الناس اللي كانت بتسأل دايما بصفة مستمرة وتقول ليه مصر قفلة معبر رفح وليه مصر ما بتدعمش الأشقاء في قلب قطاع غزة يطرع حضراتكم شفتوا التصريحات التي أطلقتها بعض المنظمات الدولية حوالين توجيه نقد شديد جدا وهجوم غير عادي على الكيان الإسرائيلي اللي قافل المعابر من ناحيته ما تبعتوش التصريحات ديات وما تبعتوش البيانات التي صدرت عن بعض المنظمات الدولية اللي بتكشف السطار عن ذلك إذا كان حضراتكم ما تبعتوش حتى اللحظة الراهنة ها نحن زا سوف نتوقف عند ذلك البيان الذي كشف السطار من المسؤول عن إغلاق المعابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر كان دائما على طول ما نقش تطورات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة في البث المباشر في الثامنة من مساء كل ليلة بتوقيت القاهرة اللي احنا بنقوم به على منصة اليوتيوب كان كثير من المعلقين المهاجمين لدور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية كانوا دائما بيدعوا أن مصر هي اللي قافل المعابر من ناحيتها وأن هي بناء على تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي ما بتقدمش الدعم للأشقاء في قلب قطاع غزة على الرغم من أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المسؤول عن ذلك هو الكيان الإسرائيلي ورغم ذلك ما كانوش مقتنعين طبعا المندوب الإسرائيلي قدام محكمة العدل الدولية قلب الحرف الواحد ده مصر هي السامب إحنا ملناش دعوة هو إحنا مسيطرين على معبر رفح على الرغم من أن مصر نفت الكلام ده وأكدت كل الشاحنات التي دخلت قطاع غزة على مسؤولية مصر وتعرضت الشاحنات دي طبعا لتوترات بشكل غير عادي وإمكانيات توجيه قصف ليها منذ ساعات قليلة منظمة هيومان رايتسووتش الدولية أصدرت تقرير مهم جدا خلال التقرير ده وجهت فيه هجوم شديد اللهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة الكيان الإسرائيلي وقالت أن إسرائيل هي المسؤولة عن منع الدعم والمساعدات من أن يتم توجهها للشعب الفلسطيني قالت أن إسرائيل لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة هي محكمة العدل الدولية بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة بعد شهر من صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة الحرب بتاعتها محكمة العدل الدولية ده طبعا المنظمة بتقول محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في حكمها إلا أصدرته الشهر اللي فات بإتباع ستة تدابير مؤقتة بما فيها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكن توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللي بتشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة اللي بيواجهها الشعب الفلسطيني في قلب قطاع غزة وقالت هيومان رايتسواتش إن انخفاض المتوسط اليوم لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسباع الماضية وصل لنسبة 30% بسبب ممارسات الكيان الإسرائيلي وقالت المنظمة في التقرير بتاحها إسرائيل ما التزمتش بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة وانخفض المتوسط اليوم لعدد الشاحنات اللي بتدخل القطاع في الأسباع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30% يعني إسرائيل عملت بالعند ووقفت المساعدات دي وقفلت المعابر من ناحيتها يا ترى أخبار الناس اللي كانت بتنتقد موقف الدولة المصرية إيه لحد دلوقتي ما أنتوش شايفين الحقيقة إذا ما كنتوش شايفينها يبقى أنتو مجموعة من العميان اللي بتحاول بقدر الإمكان تشوش على دور الدولة المصرية وقالت هيومان إسرائيل إن الحكومة الإسرائيلية بتتجاهل هذه الالتزامات القانونية في غزة وبتنتهك علانية أمر المحكمة الدولية الملزم قانونيا وقال البيان بتاع المحكمة إن استخدام التجويع والعقاب الجماعي للسكان يرقى إلى مصاف جرائم الحرب وقالت كمان إن القانون الإنسان الدولي واضح هنا قوة الاحتلال مسؤولة عن توفير الرعاية لسكان غزة وضمان تلبية احتياجاتهم الرئيسية الإنسانية وفي أي حالة من حالات النزاع المسلح يتعين على الأطراف المتحاربة تسهيل التوصيل السريع للمساعدات الإنسانية للمدنيين تل قالته منظمة هيومان رايت سواتش قالت المنظمة الكلام ده وفي ذات الوقت اعتمدت على الحكم اللي أصدرته محكمة العدل الدولية حكم محكمة العدل الدولية كان واضح تمام الوضوح المسؤول عن قطع المساعدات للشعب الفلسطيني هو الكيان الإسرائيلي إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعابر من ناحيتها الدولة المصرية لم يتم توجيه أي لوم لها الدولة المصرية فتح المعابر عن أخيرها الشاحنات متركنا قدام معبر رفح من الجانب المصري تنتظر أساسا فتح المعبر من الطرف الآخر الكيان الإسرائيلي هو الذي يغلق المعابر المصيبة أن اللجان الإلكترونية راحت وراء تصريحات مندوب إسرائيل قدام محكمة العدل الدولية اللي ذكر فيها الكلام المنافي للحقيقة وإحنا ملنا يا أخوان مصر هي المسؤولة طيب ما الشاحنات قدام المعبر من ناحية مصر الشاحنات وقفة كانت بتقف بالأسابيع اللي عطلها طبعا الكيان الإسرائيلي أعتقد المنظمة وحكم محكمة العدل الدولية وضع النقاط على الحروف حدث ذلك في نفس التوقيت اللي احنا فجئنا بأن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عن خطة اليوم التالي للحرب الخطة دي بتقول إيه؟ ومجرد ما الحرب تنتهي الحر اللي بتوجهها دلوقتي قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني اللي هي من خلال عملية السيوف الحديدية اللي بترد بيها على عملية طوفان الأقصى اللي اشتعلت يوم 7 أكتوبر الماضي بنيامين نتنياهو قال بعد ما احنا نخلص الحرب دي ونخلص على المقاومة الفلسطينية ونخلص كمان على الشعب الفلسطيني بعد ما نخلص الحرب دي في اليوم التالي مباشرة نحن الذين سوف ندير قطاع غزة هنتحكم في كل حاجة لدرجة أن حكومة الكيان الإسرائيلي اعترفت بعضمة لسانها بالأمس وقالت حتى الخطبة بتاعة الجمعة خطب الأئمة في قلب قطاع غزة يوم الجمعة تل أبيب هي التي سوف تكتبها شفتوا حضراتكم هيتحكموا في القطاع ازاي؟ طبعا وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية إسرائيل كاتس كشف أنه عند تطبيق خطة بنيامين نتنياهو أنه هو يدير القطاع بالطريقة التي تراها حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناسبة ستقوم تل أبيب بكتابة خطبة الجمعة لأئمة المساجد في قلب قطاع غزة شفوا حضراتكم العالم دي توصلت بيها المسائل لحد فين؟ هيومان رايد سواتش تتهم إسرائيل بمنع المساعدات عن سكان غزة يقع لله الناس اللي عندها حالة عمى ألوان تتعز وتتأكد أن الدولة المصرية أبدا لم تمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني هيومان رايد سواتش إسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية بخصوص المساعدات لغزة تل قبيب ستكتب لأئمة غزة خطبة الجمعة بعد انتهاء الحرب طبعا ده دليل على أن هم هيتحكموا في كل حاجة في قلب قطاع غزة الوضع طبعا كارسي في قلب القطاع وفي ذات الوقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتتبنى مجموعة من الخطط إلى درجة أن هي بتجهز لما بعد الحرب أو زي ما قال النيتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي خطة اليوم التالي للحرب ربنا يسطرها على أولادنا هناك في قلب قطاع غزة وعلى كل طواقف الشعب الفلسطيني